اشتركوا في القناة نعم بالفعل الدوحة هي ما يطلق عليها عاصمة الرياضة العربية بالتأكيد نظرا لتنظيم عدد من الاحتفاليات الرياضية والفعاليات الرياضية الكبرى بالاضافة الى الموعد المنتظر كأس العالم 2022 والذي تتهيأ له الدوحة منذ سنوات طويلة منذ فوزها بشرفة في استضافة المونديال في نهاية عام 2010 بالتأكيد ست قارات يأتي الى الدوحة ابطالها الاندية التي تعبر عن ست قارات وايضا يلتحق بهم نادي السد القطري وهو بطل الدوري القطري وهو مضيف إن صحى التعبير مضيف هذه البطولة هي قطر ونادي السد القطري الذي يلعب لتصبح سبع فرق تلعب ضمن كأس العالم للاندية 2019 بالتأكيد موضوع كأس العالم للاندية هو موضوع مهم جدا للدوحة خصوصا بعد تنظيمها مؤخرا كأس خليجي 24 بطولة كأس الخليجي العربي لكرة القدم واختبارها جديا لأول مرة تقريبا اختبارها مسألة الجماهير ومسألة الحركة وهي مسألة ليست سهلة هنا في الدوحة الدوحة المدينة الصغيرة إذا ما قرنت بمدن العالم الكبرى وأيضا تم خلال هذه الفترة اختبار المرافق اختبار جاهزية مترو الدوحة الذي كان يعمل بخطين واليوم فقط بدأ يعمل بثلاثة خطوط تغطي أبرز وأهم أماكن الدوحة وتنقل بالتأكيد الجماهير من أماكن إقامتهم إلى مكان اللعب وملاعب كأس العالم للاندية بالتأكيد كأس العالم للاندية في نسخة 2019 هو أول استضافة لهذا الحدث الكروي الهام وينتظر أن يكون حدث يشد العالم إلى الدوحة خصوصا وأنه ثمت فرق قوية تتنافس ولأول مرة ثلاث فرق عربية تتنافس هنا في الدوحة إن كان الترجي التونسي وهو بطل دوري أبطال إفريقيا وإن كان الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا وبالتأكيد السد القطري من الدولة المستضيفة لهذا الحدث الكروي ثمت تفاصيل تتعلق بأين تقام هذه البطولة في الحقيقة كانت ستقام على ثلاث نعم سلمان أعتذر على المقاطعة طبعا ستكون معنا في الأيام القادمة لمزيد من التفاصيل والحماس شكرا جزيلا لك سلمان النجار